توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمية وتمكنت جهود الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 634 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغة 313 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المعدومة تم ضبط 98 طن أما في مجال عدم توريد أرز الشعير والحجب والبيع بأزيادة من السعر الرسمي للأرز الأبيض فقد تمو ضبط 207 أطنان أما في مجال البيع بأزيادة من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تمو ضبط 9 أطنان وفي مجال قضايا المخابز تمو ضبط 497 قضية من بينها 189 قضية خبز نقص للوزن و115 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تمو ضبط 123 طن ترجمة نانسي قنقر